نفأ الرئيس الأمريكي جو بايدن معرفته بمضمون الوثائق السرية التي وجدت في مكتبه وتعود للفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب رئيس في عهد باراك أوباما من جهته أعلن وزير العدل الأمريكي أنه قد أمر بمراجعة الوثائق الولايات المتحدة على موعد مع فصل جديد من قصة الوثائق السرية في المكاتب والبطل هذه المرة هو الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث تفيد المعلومات بأنه تم العثور على وثائق سرية في أحد المكاتب التي كان بايدن يشغلها إبان تبوئه منصب نائب الرئيس باراك أوباما بايدن الذي لم يتخلى عن هذه الوثائق بالرغم من أن القانون ينص على ضرورة فعل ذلك أعلن أنه لا علم له بمحتوى الوثائق السرية التي عثر عليها في مركز أبحاث بواشنطن كان أحيانا يعمل فيه وعلى هامش قمة أمريكية كندية مكسيكية عقدت في مكسيكو قال بايدن إن محاميه سيتعاونون بالكامل خلال فحص هذه الوثائق معربا عن أمله في أن تنتهي عملية الفحص هذه قريبا عندما عملت لمدة أربع سنوات بعد أن أصبحت نائبا للرئيس كنت أستاذا في جامعة بنسلفانيا وجدوا بعض المستندات في صندوق في خزانة مقفلة وبمجرد أن فعلوا ذلك أدركوا أن هناك العديد من المستندات السرية الموجودة في هذا المربع وقد فعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله اتصلوا على الفور بالمحفوظات وسلموها وقد تم إعلامي بهذا الاكتشاف لكنني لا أعرف ما هو موجود في المستندات ومع إعلان وزير العد الأمريكي ميريك جارلاند أنه أمر بمراجعة الوثائق تساءل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتعامل مع بايدن كما تعامل معه وهذا ما يؤكد أن القضية تشكل مادة مهمة للجمهوريين في ظل رئاسة كيفين مكارثي لمجلس نواب وإجماع المراقبين على أن معركة انتخابات 2024 بدأت من الآن